نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة مؤكداً عدم إصدار أي قرارات بهذا الشأن وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون إلغاء مع تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان مشيراً إلى أنه تم إصدار نحو مليون ومائة واربعة وثمانين ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة خمسة مليارات وثبعمائة واثنائين وأربعين مليون وستمائة وأحد عشر ألف جنيه وذلك خلال الفترة من الأول من يناير وحتى الأول من مايو هذا العام